في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران قال الرئيس الامريكي انه في حال اندلاع حرب مع ايران لن تدوم طويلا مستبعدا ارسال قوات برية في حال خوض حرب مع ايران من جهة يعلن المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي انه رفض عرضا امريكيا بالمفاوضات واصفا اياها بالخدعة وزعت الادوار مجددا التهدئة للسياسيين هو التسعيد للعسكريين فماذا تريد ايران تحديدا حربا مع الامريكيين ام حوارا في حرب التصريحات بين الجانبين يهدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان اي استهداف الايرانيين لاي شيء امريكي سيقابل بقوة كاسحة وكاسحة في قموس ترامب تعني محوى مناطق ايرانية يساعد الرئيس الامريكي نبرة التهديد فيهرول نظيره الايراني نحو الاوروبيين سعيا للوساطة ليبلغ الرئيس الفرنسي في اتصال بان لا مصلحة لدى ايران في زيادة التوترات في المنطقة ولا رغبة لديها في الحرب مع الامريكيين ما كان الرحاني بهذا التعقل قبل ساعات لا اكثر حين وصف البيت الابيض بالمتخلف عقليا لفرده عقوبات على المرشد واستخفى الرجل بجدوى العقوبات الامريكية بالاساس فلا يفهم امام استخفافه هذا لماذا تصر الطهران على ابتزاز الاوروبيين لانقاذ اتفاقها النووي ومعه اقتصادها المخنوق بطوق العقوبات فتهدد منظمة الطاقة الثارية الايرانية بان تخصيب اليورانيو في مفاعل نوتانزا النووي سيتجاوز حاجز 300 الذي يحدده الاتفاق النووي سيناريو تلعب ايران على وطره فتقول للأوروبيين ان الوقت ما زال امامكم لتفاديه فقط في حال تجاوزكم للعقوبات الامريكية وانقاذكم الاتفاق النووي تكتيك لا تبدو معه طهران قوية جدا كما يزعو حرصها الثوري فميليشياته تدعي ان الولايات المتحدة تهاب ايران ولن تجرؤ على انتهاك اراضيها وتهدد برد تصفه بالقاسي على اي مغامرة امريكية انضم الينا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية سيد رامي خليفة العلي هل امك سيد رامي معنا في برنامج المساء سيد رامي بادئذ بدء يعني اليوم هناك كانت عقوبات امريكية على المرشد الاعلى في ايران كان هناك رد فعل ربما الحديث عنها انه كان يعني ايرانيا ولكن كان مستخفا بهذه العقوبات هناك اكثر من يعني وسيلة سواء اعلامية او سياسية تحدثت عن يعني ارادة امريكية في جاد وساطة مع الجانب الايراني كيف ترى الحراك بعد هذه العقوبات وبعد كل هذه اللازمات المتعاقبة بين ايران والولايات المتحدة اهلا بك ماجد تحية لك ولمشاهديك الكرام باعتقادي ان هناك عدة نقاط ممكن الاشارة اليها النقطة الاولى بان الولايات المتحدة الامريكية والادارة الامريكية ما تزال تراهن على ان العقوبات وخصوصا في شقها الاقتصادي يمكن ان تكون مؤثرة بشدة على النظام الايراني والحقيقة ما جرى خلال الاسابيع القليلة الماضية ابتداء من الاعتداءات على السفن التجارية وناقلات النفط في بحر عمان وكذلك الاعتداءات الارهابية لاذرع ايران في المنطقة واخيرا الحقيقة اسقاط طائرة الدرون الامريكية كل ذلك يشير الى ان العقوبات تؤثر بشدة وان ايران تشعر نفسها بمأزق لذلك تعتمد سياسة حافة الهاوية من الواضح تماما ماجد بان الادارة الامريكية لا تريد الانخراط في مواجهة مفتوحة مع الجانب الايراني ولكن ما دون ذلك باعتقادي ان الولايات المتحدة الامريكية تدرك بان العقوبات التي فرضت اخيرا والتي تمس السرعة الاستراتيجية الايرانية وكذلك العقوبات غير مسبوقة على الحرس الثوري وعلى الاقتصاد الايراني ان ذلك يدخل في اطار صراع مشتد مع النظام الايراني وهذا ما يدركه النظام الايراني دعنا نشير ماجد الى انه على امتداد العقود الماضية كان هناك دائما سياسة ايرانية تعتمد الى شراء الوقت لانها ترى ان الوقت سوف يغير معطيات موجودة لدى الغرب بينما هي تعتمد على نفس المعطيات الان الوضع مختلف ترى بان العقوبات الاقتصادية هي حرب مفتوحة بالفعل ضد النظام الايراني وبالتالي الوقت في هذه المرة ليس في صالح النظام الايراني الولايات المتحدة الامريكية كما ذكرنا لا تريد صراعا مفتوحا ولكنها تدرك ان الضغط كبير على النظام الايراني لذلك تتحسب لهذا الضغط نعم لن تدخل في مواجهة مفتوحة ولكن يمكن ان تكون هناك ضربات في حال كان هناك استمراء للاعتداء على المصالح الامريكية وهذه هي الرسالة الامريكية حتى الان صحيح ان هناك انتكاسة حدثت خلال الايام القليلة الماضية عندما تراجع الرئيس الامريكي عن الضربة العسكرية التي كانت مقترحة ضد النظام الايراني ولكن ما زال الرئيس الامريكي يضع المسدس على الطاولة بمعنى انه يضع الخيار العسكري ضمن مجموعة الخيارات المطروحة على الادارة الامريكية ولكن سيد رامي يبدو العقوبات الاقتصادية التي وصلت حد المرشد لكن الحديث اليوم هو هذا الحديث هو الامريكي دائما البيت البيض يقول هناك الخيار العسكري موضوع على الطاولة هناك امور اخرى لكن يعني كل الخطابات الرئيس ترامب حتى التي كانت يوم تطبيق العقوبات الامريكية تحدث انه يريد حوار مع ايران باي ثمن هو يقول في البداية قال وضعت خطة هاتفية لم يتصل عليه احد ثم قال سمعت ان المرشد الاعلى لا يريد يعني سلاح نووي لماذا لا يتصلون بنا او يتواصلون بنا يعني لماذا هذا الاستعجال الامريكي في مسألة التفاوض مع ايران والجلوس مع ايران حول الملف النووي رغم انهم يقولوا العقوبات الاقتصادية سيكون لها اثرها على المدى الطويل او حتى على المدى القصير دعنا نميز مسألتين ماجد المسألة الاولى هي الارادة الامريكية والمسألة الثانية طريقة اخراج السياسة الامريكية الارادة الامريكية ترى بان العقوبات سوف تكون مؤثرة على النظام الايراني وهي مستعدة بالفعل للدخول في حوار وفي تفاوض مع النظام الايراني ولكن ليس بدون اي شروط وليس بأي ثمن الادارة الامريكية ما تزال الى الان تفرض تلك العقوبات وبالتالي تريد التفاوض مع الجانب الايراني في ظل العقوبات التي فرضت خلال السنة الماضية سواء الحزمة الاولى او الحزمة الثانية او تصنيف الحرس الثوري باعتبار منظمة ارهابية او العقوبات التي تطال شخصيات نافذة في النظام الايراني الى حد انها وصلت الى المرشد الاعلى للثورة الاسلامية وبالتالي الولايات المتحدة الامريكية مفتوحة على المفاوضات مع النظام الايراني في ظل هذه الشروط وفي ظل الشروط الاثنى عشر التي كان قد ذكرها وزير الخارجية الأمريكي في شهر فبراير الماضي وبالتالي في ظل هذه الشروط نعم الإدارة الأمريكية مرفتحة على الحوار ولكن ماذا يعني حوار بالنسبة للجانب الإيراني دعنا نقول ماذا يعني الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل بقاء العقوبات يعني أن الجانب الإيراني سوف يدخل تلك العقوبات وهو يشعر بضغط كبير ضغط اقتصادي ضغط العقوبات وبالتالي لا توجد أمامه خيارات كثيرة مطروحة على طاولة المفاوضات وهذا ما يرفضه النظام الإيراني وبالتالي النظام الإيراني يقبل بالمفاوضات ويقبل بالحوار بشريطة أن تتخلى الإدارة الأمريكية عن تلك العقوبات أيضا سيد رامي المرشد الأعلى اليوم قال عرض علينا المفاوضات من أكثر من طرف هذا يبدو هناك أكثر من دولة حول التوسط رأينا الموقف الياباني أو الموقف العراقي أو الموقف العماني أيضا التي تم الحديث عنه لكن قال هذه المفاوضات التي يطلبها الرئيس ترامب منه هي خدعة وقال خدعة كبيرة كيف تعلق على هذا الوصف من الجانب الإيراني؟ الحقيقة هو وصف خادع للداخل الإيراني بمعنى أنه لا يشير إلى الحقيقة كاملة الحقيقة بأن المفاوضات التي يدعو إليها الجانب الأمريكي هي دعوة في ظل العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني وبالتالي كما ذكرت فإن إيران لا تريد الدخول في مفاوضات في ظل أن هناك عقوبات باتت تؤثر على الوضع الاقتصادي داخل البلاد وباتت تؤثر حتى على السلم الاجتماعي وأمان النظام بحد ذاته وبالتالي هي تريد بالفعل الحوار ولكن تريد بعد أن يتم التخفف من العقوبات أو على الأقل وعد بإلغاء تلك العقوبات هذا ما لم يتم حتى الآن النقطة أخرى الحقيقة أنه صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن صراحة بأنها تريد حوارا مع الجانب الإيراني ولكن الشروط التي ذكرت سابقا والتي من ضمنها أولا التفاوض على ملفات أخرى لا تريد إيران التفاوض عليها الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التفاوض فقط على الملف النووي ولكن تريد التفاوض على ملف الصواريخ الباليستية على دور إيران في المنطقة على دعمها لميليشيات إرهابية فهذه نقطة أساسية وجوهرية وهذا ما لا تريده إيران النقطة الثانية أن المفاوضات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية تريدها وإيران تحت الضغط الاقتصادي الكبير النقطة الثالثة سلعة النفط وربما هي العقوبات الأهم والأبرز والأشد والتي تضغط بشدة على النظام ما تزال إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير من تلك العقوبات وبالتالي إيران ترى أن ذلك أن في هذه المرة أشراء الوقت من قبل الجانب الأمريكي هو الذي يضر في إيران على عكس المرات السابقة طيب اليوم كان هناك اجتماع لمجلس الأمن حول إيران الجانب الأوروبي قال أنه ملتزم بالاتفاق النووي الجانب الروسي والصيني أيضا قالوا ملتزمون وندعو الولايات المتحدة إلى خفض هذا التوتر مع إيران كيف رأيت هذا اجتماع مجلس الأمن إلى أي مدى في هذا الوقت يعني ما طبيعة الرسالة التي يرسلها سواء للجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي لا أعتقد أنه وفع إلى الجانب الإيراني بالدرجة الأولى والحقيقة هذه الرسالة ليست جديدة ماجد كما تعلم أنه خلال الشهور الماضية أو خلال السنة الماضية منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي والدول الأوروبية على وجه التحليل والدول الأخرى ترى بأن هذا الاتفاق النووي أتحدث هو شميح باتفاق المناخ أو الاتفاقيات الدولية وبالتالي خروج الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني سقوطا لهذا الاتفاق هذه النقطة النقطة الثانية أن هذا الاتفاق عقد بين إيران ودول أخرى عدى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حتى وإن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية لا مبرر لانسحاب إيران من هذا الاتفاق نقطة ثالثة أيضا أن هذه الدول الحقيقة تريد أن تعوض الجانب الإيراني عن بعض الخسائر ولكن هناك مسألتين هناك الإرادة وهناك القدرة حتى وإن توفرت الإرادة وهي الحقيقة أيضا لديها جوانب القلق من السياسة الإيرانية ولكن القدرة لا تمتلكها الدول الأوروبية على وجه التحليل كما تعلم فإن هناك عديد الشركات الأوروبية التي أعلنت صحب استثماراتها من إيران بالرغم من أن الدول الأوروبية ما تزال تراهن على استمرار العلاقات مع الجانب الإيراني واستمرار الالتزام بالاتفاق النووي وبالتالي في نهاية المطاف هناك دفع للنظام الإيراني لاستمرار بالاتفاق النووي وأن يتقبل ضمن العقوبات الأمريكية وأن الدول الأوروبية سوف تحاول دون أن يكون هناك وعود واضحة والحقيقة هذا ما يصير غضب وغيظ الجانب الإيراني بأن أوروبا لا تتعهد بأن تعوض الجانب الإيراني عن ما يصيبه من ظرر لذلك عادت اليوم إيران للتذكير بأنه يوم غد سوف تنتهي مولة الستين يوم التي أعطيت إلى الجانب الأوروبي دون أن يفعل الأوروبيون الكثير ولن يفعل وباعتقادي أن الجانب الأوروبي سوف يكون ملتزم بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي وكذلك المستشارة الألمانية من أن تحلل إيران من بعض التزاماتها في الاتفاق النوي سوف يؤدي ربما إلى عقوبات أوروبية وبالتالي كلما زادت الفجوة ما بين إيران من جهة والدول الأوروبية من جهة أخرى زاد اقتراب الموقفين الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالجانب الإيراني أما الدول الأخرى خصوصا روسيا والصين باعتقادي أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد نمط العلاقة مع الجانب الإيراني وكل الطرفين يريدان أيضا استمرار الاتفاق النووي دون أن يعني أن هناك قدرة وإمكانية على مساعدة النظام الإيراني هناك سقف لهذه المساعدة يعني هذا الموقف مربك جدا سيد رامي التوتر الإيراني الأمريكي أصبح يؤثر على كل العالم هنا لابد من التوقف إلى مسألة صريحات رايسترام قال أي حرب مع الجانب الإيراني لن تكون طويلة وقال لن يكون هناك إيفاد لأي جنود بريين أمريكيين في المنطقة تعتقد كيف ممكن تفسير مثل هذا الأمر هل هو عودة إلى مسألة الضربات التكتيكية يعني كيف تقرأ هذا التصريح هو متضارب بعض الشيء الحقيقة باعتقادي ماجد أنه استمرار لنفس السياسة لاتبعة الولايات المتحدة الأمريكية ونفس الرسائل والحقيقة هذا من الناحية الإستراتيجية ومن الناحية السياسية يبتو أنها رسائل قاطعة تعطى إلى النظام الإيراني لأنها تحدث سلفا سقف التحرك من الناحية العسكرية السقف الأمريكي وبالتالي أحيانا يقال في السياسة الغموض البناء هنا باعتقادي أن هناك وضوح غير بناء تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بشروط وظروف أي عمل عسكري اتجاه الجانب الإيراني من الواضح تماما والأمر ليس بحاجة إلى تصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دولارد ترامب حول حدود وسقف العملية العسكرية لأن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج لا يسمح بالقيام بعملية عسكرية مفتوحة وبعملية شاملة من الناحية البرية ولكن تصريح الرئيس الأمريكي ربما يكون له بعض التلاعيات السياسية دون أن يعني ذلك أن السياسة الأمريكية قد تغيرت فيما يتعلق بإيران ما تزال السياسة الأمريكية ترى بأن العقوبات التي تفرض على الجانب الإيراني وعزلها من الناحية السياسية وإضعاف منظومتها العسكرية والضغط بشدة على البرنامج الصاروخ الباليستي والتهديد حتى ولو كان بعمليات ليست شاملة وإنما عمليات محدودة بحد ذاته ربما يؤثر وبشكل قوي في استقرار النظام هذا ما يراه الجانب الأمريكي بغض النظر عن مدى مطابقته للواقع فيما يتعلق بسياسة متعلقة بإيران لذلك باعتقادي أن السياسة الأمريكية أصبحت واضحة المراهنة على العقوبات الاقتصادية من جهة المراهنة على الضغط على النظام التلويح بالعمل العسكري وأيضا عدم الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجانب الإيراني هذه هي عناصر السياسة الأمريكية تجاه الجانب الإيراني والكرة كما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن الكرة في الملعب الإيراني وبالتالي إيران الحقيقة الآن تستنفذ خياراتها عبر التركيز على الأعمال الإرهابية في منطقة بحر عمان والخليج العربي التركيز على الأطراف الإرهابية أو الأذرع الإرهابية مثل الحوثي وبعض الميليشيات المنتشرة في المنطقة وبالتالي هذا تقوم به بالفعل إيران في المنطقة ولكن إلى الآن لا يؤدي إلى تغيير يصف نهاية المطاف في مصلحة إيران لذلك يستمر هذا الصراع وهذا التوتر ما بين الطرفين أشكرك أنا معي من باريس الباحث في الفلسفة السياسية السيد رامي خليفة العلي شكرا جزيلا لك